اكد معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية قلق مملكة البحرين العميق إذا اختطاف عدد من المواطنين القطريين الأشقاء جنوب العراق رغم دخولهم الأراضي العراقية بصورة قانونية ودون أي مخالفة جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومعالي الدكتور إبراهيم الجعفري وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة حيث أشار معاليه لضرورة قيام الحكومة العراقية بمسؤولياتها واتخاذ الإجراءات الحاسمة اللازمة لضمان إطلاق صراح المخطوفين وسلامتهم وعدم إلحاق أي نوع من الأذى بهم وعودتهم إلى دولة قطر الشقيقة كما تم خلال الاتصال بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى صعيد متصل أجرى معالي الوزير اتصالا هاتفيا مع معالي الدكتور خالد بن محمد العطية وزير خارجية دولة قطر الشقيقة حيث أكد معاليه تضامن مملكة البحرين التام مع دولة قطر فيما تتتخذه من إجراءات من أجل إطلاق صراح عدد من أبنائها الذين تم اختطافهم جنوب جمهورية العراق في عمل يمثل انتهاكا لكافة القيم الأخلاقية والإنسانية وأشار معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة إلى أن المملكة تتابع عن كتب وبقلق مالغ تطورات هذه القضية التي تعد سابقة خطيرة وغير مقبولة وتحمل ضرر كبيرا على العلاقات بين الأشقاء ما لم تتكاتف الجهود بما يكفل سلامة المختطفين المختطفين وإطلاق صراحهم بأسرع وقت ممكن وبما يضمن منع تكرار هذه الحوادث الخطيرة في المستقبل ترجمة نانسي قنقر